الحياة عجائب ببغاء الصن كونيور سبب التسمية قدرته على الكلام تفريقه وإنتاجه مميزاته وعيوبه ما هو سن بلوغه وكم ينتج في السنة الواحدة وما هو سعر هذا الببغاء وما الفرق بين الذكر والأنثى هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا دعم القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى أما عن سبب التسمية فيتميز هذا الببغاء بزيله المخروطي فكلمة الكنيور والتي تعني باللغة الإنجليزية المخروط وذلك بسبب زيله المخروطي أما عن بلوغ هذا الببغاء فإنه يبلغ عند عمر سنتين إلى سنتين ونصف ولكن هل ببغاء الصن كونيور يستطيع أن يتكلم؟ بالطبع نعم يستطيع ببغاء الصن كونيور ترديد بعض الكلام بل إنه يكون أفضل من الضرة الهندي ومن عيوب هذا الببغاء أنه يتميز بصوته العالي المرتفع الصاخب المزعج فصوته مزعج ومرتفع لدرجة كبيرة جدا أما عن التفرقة بين الذكر والأنثى فيصب التمييز بين الذكر وبين الأنثى ويحتاج الأمر إلى تحليل الحمض النووي وبعض الأشخاص يعتمد على ثلاثة أمور للتفرقة بين الذكر والأنثى أولا حدقة العين بالنسبة للذكر تكون أوسع من الأنثى أما عن الصفة الثانية التي تميز بين الذكر والأنثى فهي الألوان فلون الذكر يكون أزهى ويكون أجمل من لون الأنثى أما عن التفرقة الثالثة والعلامة الثالثة للتفرقة بين الذكر والأنثى فهي عظام الحوض فعظام الحوض بالنسبة للأنثى تكون أوسع وبالنسبة للذكر تكون أضيق هذه علامات تقديرية ليس إلا وبعض الناس يقولون بأن حدقة العين أو قزاحية العين تكون عند الأنثى باللون الأحمر وعند الذكر باللون الأسود كل هذه العلامات هي علامات تقديرية ليس إلا نحن نريد أن نقطع الشك باليقين فيجب عليك أخي الكريم لكي تفرق بين الذكر والأنثى أن تجري تحليل الـ DNE الحمض النووي وعليك إذا ما أردت أن تشتري هذا الطائرة أن تكون قد تأكدت من تحديد نوعه حتى لا تخسر كثيرا وحتى لا تعرض نفسك للتعب والوساوس أما عن طفرات هذا البابغاء فإنها تتنوع وتتميز وقد تصل إلى ثمان عشرة طفرة فمنها صغيرة الحجم ومنها كبيرة الحجم وصغيرة الحجم قد تتراوح من 21 سم إلى 23 سم وأما عن عمرها الافتراضي فيصل إلى 15 سنة أما عن الأنواع الكبيرة والتي قد يصل طولها إلى 42 إلى 45 سم وأما عن عمرها فقد تصل إلى 35 سنة ويتميز هذا البابغاء بطفراته الكثيرا وتتميز بوجود دائرة بيضاء حول عينيه أما عن أنواعه فأرخص الأنواع وأقلها هو النوع الغامق وهو الشيك جريم كونيور ورأسه سوداء ومنقاره أسود وجناحه أغضر وهو أقل الأنواع وصدره نجده غامقا وأما عن النوع الأشهر فإنه ببغاء الشمس سم كونيور وهذا النوع يكون لونه أصفر على أحمر وهو النوع الأكثر شغرة في مصر أما عن طريقة التزاوج بين الذكر والأنثى فإن الذكر لا يعتل الأنثى إنما يقوم بتلقيحها من الجنب أما عن موسم تكاثر هذا البابغاء فإنه يبدأ من شهر واحد إلى شهر ستة هذا هو الأمر الطبيعي قد يبيض هذا البابغاء قبل ذلك هذا أيضا أمر وارد جدا أما عن إنتاج بابغاء الكونيور في السنة فإنه ينتج في السنة من أربعة إلى ست مرات في حالة التأكيل اليدوي في حالة ما إذا تم فصل أولاده عنه ليتم تأكيلهم تأكيلا يدويا أما في حالة حضانة الأم يعني في حالة أن الأبوين قاموا بتأكيل الأولاد والفروخ فإنه يبيض من ثلاثة إلى أربع مرات يعني إنتاجه إنتاج كبير ومرتفع بخلاف الضرة الهندية التي تنتج في السنة مرتين اثنين أما عن عدد البيض فإن الأنثى تضع من ثلاثة إلى خمسة وقد تزيد عن ذلك يعني ممكن من ثلاثة إلى ست بيضات في كل مرة يعني هذا إنتاج مرتفع أما عن مدة الرقاض على البيض وحضانة البيض فإنها تتراوح من 21 إلى 27 بسبب اختلاف درجات الحرارة أما عن مدة فطام الفروخ فإنها تتراوح من شهرين اثنين يستطيع الفرخ أن يخرج من العش ويستطيع أن يعتمد على نفسه أما عن تغذية هذا البابغاء فإنه يأكل مثل باقي البابغوات يأكل الحبوب مثل الفلارس والبلكم أما عن أسعار هذا البابغاء فإن هذا البابغاء يختلف باختلاف وقت التداول ويختلف باختلاف نوعه وتفرطه فيبدأ من 2000 إلى 9000 وقد يصل أعلى من ذلك بحسب الدرجة اللون وبحسب الطفرة أما عن عمره الإفتراضي فإن هذا البابغاء أعلى معدل وصل إليه هو 35 سنة هذا مع تقديم الرعاية وتقديم الطعام المناسب له يجب عليك أن تشتري هذا البابغاء من مصدر موثوق ويجب عليك أن تتأكد من تحديد جنس هذا الطائر لأن التمييز بين الذكر والأنثى في هذا البابغاء من أصعب الأمور فيجب عليك أن تتأكد من أن الطائر محدد الجنس أو تشتري الطائر من مصدر موثوق ويجب عليك أيضا أن تنظر إلى أظافر الطائر فيجب أن تكون الأظافر مكتملة لأن الأظافر لها دور إيجابي في عملية التزاوج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الضغطة والإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله سبحانه بإيجابي إجابي اشتركوا في القناة